اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين فيديو جديد وجولة في كرفور وتخفضات شهر الخير على المواد الغذائية عندنا أول حاجة كده الرز البسمتي بأنواع مختلفة عندنا الشعلان ومستر شيف بستة وستين وخمسة وتسعين هللة نازل من ستة وسبعين ومن ستة وسبعين خمسة واربعين هللة ده رز الشعلان عندنا كمان رز الوليمة بتسعة وستين خمسة وتسعين يعني بسبعين ريال نازل من تمانين ريال أنواع كتير مختلفة كمان رز العائلة بسبعة وستين خمسة وتسعين هللة ده رز العائلة فيه طبع ده طبعا عشرة كيلو ده عشرة كيلو فيه أنواع تانية خمسة كيلو ده مهران بواحد وتلاتين خمسة وتسعين هللة مهران آه آه ده مهران بأنواع مختلفة طبعا آه في يعني الكسب يختلف عندك برضو ويتس وان ده رز مصري ويتس وان رز مصري بستة وعشرين خمسة وتسعين هلالة فيه برضو رز أبو كاس بتسعة وخمسين خمسة وتسعين هلالة يعني بستين ريال ده العشرة كيلو وفيه تاج محل ده رز تاج محل أيوا ده تاج محل تمام كده ده سعره تسعة وخمسين خمسة وتسعين هلالة آآ عندنا ده برضو ده شركة حلوة قوي قوي على فكرة يعني أخدت منها أكتر من نوع لأن فيه الكيس بيختلف الكيس اللي هو البونيو في اللي هو البنفسيجي حلو قوي عندك ستايل بسماتي هندي ده اللي هو حبته طويلة برضو هنا فيه سكر الأسرة الخمسة كيلو عليهم عرض والعشرة كيلو عليهم عرض العرض العشرة كيلو أفضل من الخمسة كيلو خمسة كيلو بستة عشر ريال أما العشرة كيلو هتلاقيهم بستة وعشرين ريال خمسة وعشرين خمسة وتسعين يعني بستة وعشرين ريال العشرة كيلو المنتجات دي بعد كده يعني ان شاء الله كده مع دخلة شهر رمضان هتلاقي الاسعار بقى كلها رفعة شهر شعبان كله بقى ان شاء الله كده بيبقى تخفضات والاسعار حلوة اللي تقدروا تجيبهوا فيها بقى المنتجات الغذائية يعني تجيبوا ايه الحاجة بالزيادة شوية خصوصا ان في شهر رمضان يعني محدش بيعرف يخرج كتير ويتسوق بيبقى اليوم كله الراجل في شغله والست بقى في البيت يعني يدخل عليكم بالخير يا رب وكل سلامت وطيبين عندنا برضو هنا الزيود بقى بانواعها المختلفة طبعا الاسعار كلها قدامنا عندنا هنا دي جبنا الصافي بتمانية ريال بسبعة ريال خمسة وتسعين يعني بتمانية ريال الخمسمائة جرام عند الكيري دي تلت تلت علب العلبة فيها اتناشر حبة دي تلت علب مع بعض على عشرين ريال تلت علب العلبة فيها اتناشر حبة على عشرين ريال يعني بتسعتاشر خمسة وتسعين يعني برضو عندك الصلصة بانواعها المختلفة عليها عروض باربعتاشر خمسة وتسعين واللي باتنين وعشرين وعندك مقارونة العليلي بتسعة ريال خمسة وتسعين التلاتة حبة اللي هي بالنسبة للمقارونة العليلي فيه هنا برضو الكاستر ده بكينج بودر وفيه برضو الكاستر عليه عرضه وفيه الحليب المكسف اللي هو المراعي فيه برضو انواع تانية مختلفة هتلاقوا عروض كتير يعني فيه اللي أنا صورته وفيه اللي ما صورتوش هتلاقوا حاجات كتير يعني عليها عروض عندك برضو ده حليب مكسف ده كده تلتة مع بعض عليهم عرض عشرة في المية برضو عندك هنا ده علبة الكاستر على ستة خمسة وتسعين برضو فيه جيلي عليه عرض بتسعتاشر خمسة وتسعين ده الباكت عندك برضو الكريم كراميل الباكت برضو يعني اتناشر علبة هتلاقيهم مع بعض اتناشر علبة اربعة فيه في تلاتة برضو هنا هنلاقي برضو الكاستر الكاستر برضو ده عليه ايه عليه عرض بتلاتة ونص فيه بستة ونص فيه بتلاتة ونص هنا برضو الشوفان بستة خمسة وتسعين آآ برضو عندك النشاة كل ده احنا بنحتاجه طبعا في رمضان هنا فيه العليلي الكيك آآ بأنواعه يعني فيه ليمون وفيه آآ وفيه السادة وفيه الشوكولاتة يعني أنواعه مختلفة آآ فيه عبوات للنشا عبوات اقل ده على ريال ونص نازل من ريالين ونص يعني نازل ريال آآ برضو عندك هنا ده العليلي الجيلي آآ هنا برضو عندك الشوكولاتة اللي هي الشوكولاتة الشيبس اللي انت بتطلب ازييني بيها عندك برضو الشراب اللي قولي معي الكريم كراميل والشوكولاتة اعذرون يا جماعة لو مش مزبطة شوية بس عشان الفترة اللي فاتت حتى مكنتش بصور لكم كتير لأنه كنت عام هنا شوية وشكرا كمان للناس اللي سألت علي أتمنى الفيديو كده انه يعجبكم ما تنسونيش وحطوا لي اللايك آآ وان شاء الله بنزل لكم فيديو تاني بعد ده على طول يعجبكم فيه تخفيضات حلوة آآ برضو فيه هنا برضو فيه الفيري الفيري 800 جرام على تسعة ريال آآ من العروض اجهزة الاجهزة الكهربائية فيه القلايا فيلبس القلايا فيلبس نازلها ميت ريال آآ لخمسمية تسعة وتسعين آآ عندك برضو خلاط فيلبس نازل آآ من مية تسعة وسبعين لمية تسعة وعشرين يعني بصور لكم الحاجات برضو اللي بتبقى تسألوا عليها بالنسبة لاجهزة الكهربائية دايما كلنا بنبقى حابين نعرف اسعار الاجهزة الكهربائية خصوصا مع دخلة رمضان برضو فبنحتاجها يعني القليات آآ دي دي قليات يفعل آآ عندك آآ محضر طعام مونيليكس آآ ميتين وتسعتاشر نازل من وربعمية تسعة واربعين برضو نازل كتير يعني فسعره حلوة قوي ميتين وتسعتاشر آآ محضر طعام مونيليكس آآ في عجان عجان مونيليكس بألف مية تسعة وتسعين نازل من الف خمسمية تسعة وتسعين اللي هو العلبة الكبيرة دي اللي كارتونته الكبيرة آآ ده معاها سبع ملحقات سبع ملحقات آآ ده العجان اللي هو عليه آآ آآ عليه العرض ده هتبقى عليها عروض الفترة دي واللي جاية والفترة اللي فاتت يعني من الاسبوع اللي فات والعروض شغالة ماشاء الله عندك برضو ورق العنب بأنواع مختلفة هنا برضو فيه فيه كنافة النص كيلو على خمسة ريال وستين هلالة الكرامة كنافة الكرامة برضو بالنسبة لصدور الدجاج كلنا بنحب ان احنا نجيبها كده ونحطها عندنا بقى في التلاجة عشان استعمالت المطبخ بسبعة واربعين خمسة وتسعين اللي اتنين كيلو صدور دجاج فيه برضو نوع تاني ده نوع اللي هو العريش يعني السعر فرق بسيط يعني تسعة واربعين والتانية كبعة واربعين بالنسبة برضو للفراخ عندنا هنا بتسعة ومية تسعة وتلاتين خمسة وتسعين هلالة يعني مية واربعين الكرتون الميجرام على فكرة دي ميجرام الفرخة واحدة فيهم ميجرام يعني برضو بريديكس مية اربعة وعشرين خمسة وتسعين الطماطم سعرها حلوة هناك بريالين خمسة وتسعين يعني تلاتة ريال وفيه يعني اكتر من استندي لها يعني معرفتش تاخذي من هنا تاخذي من هنا تاخذي من هنا برضو عندك الجزر وعندك الخيار بتلاتة خمسة وتسعين حاجة كرفور حلوة بصراحة والخضر بتاعها كرفور حلوة ريالين خمسة وتسعين على تلاتة ريال ريالين خمسة وتسعين الفراولة طبعا ده صندوق اكبر شوية ده بستة وعشرين ريال يعني خمسة وعشرين خمسة وتسعين كده العلب افضل طبعا تحس ان الصندوق ما منوش وغالي الملفوف البلدي الملفوف البلدي بتاع المحش موجود برضو وسعر الكيلو تلاتة ريال خمسة وتسعين الملفوف اللي ببقى برضو الناس بتسأل على الملفوف بالنسبة برضو للفلفل كان فيه فلفل حلو احجامه صغيرة وحلوة كده دايما بحب النقل صغيرة لانه احيانا ما بنلاقيش غير الكبيرة دي احيانا ما بنلاقيش غير الفلفل الكبير فلما بلاقي فلفل صغير بقى فرصة يلا عشان نعمل محشي وكده يلا شوفكم على خير في الفيديو جديد